عايزة بصراحة أتوقف وأتكلم كتير قوي عن بنوطة مصرية أصبحت النهاردة أسطورة أهلوية جديدة هي حديث العالم النهاردة يعني من الصبح لحد دلوقتي بسبب مسواها الفني رائع لظهرت به هي النهاردة كمان آيكونة أو أصبحت آيكونة في عالم كرة التانس ورمز الحقيقي للعبة نقدر نقول أنها أصبحت رمز خلاص في الوقت الحالي لأنها نجحت أنها تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في توكيو عشان تكون أول لعبة مصرية بتتأهل لأولمبيات في تاريخ اللعبة احنا ما عندناش أي لعبة مصرية تأهلت إلى أي دورات أولمبية سابقة فالنهاردة بيضاف لها هذا التاريخ إلى جانب مشاركتها لآخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بلتشيك وشاركت يمكن برضو في النسخة اللي أقيمت في سبتمبر الحالي ومن قبلها كان لها بطولة برضو في يوليو فمايار الشريف النهاردة لعبت منتخب التانس بتلفت الأنظار وأصبحت حديث الصباح والمساء في الشارع الرياضي المصري وده أكيد بعد المستوى اللي ظهرت بيه وقدمته ببطولة رولان جارس طبعا هي وصلت للدور الرئيسي في البطولة زي ما كلكم تابعتوا النهاردة اللي ليه في التنس واللي مالوش في التنس بتابع مين النهاردة مايار بقى اسمها يعني متصدر أفتيكر برضو النهاردة النهاردة يعني لقبت بالفتاة الذهبية واللقب ده الحقيقة بيمنحوا لها الشعب المصري بعد الإنجازات اللي حققتها في رياضة التنس تحديدا مايار النهاردة بتنتزع إشادة من نجوم الرياضة المصرية بعد الإنجاز اللي حققته في بطولة رولان جارس زي ما قلنا وبلغها الدور الرئيسي كأول لعبة مصرية بتخوض مباراة مشرفة النهاردة قدام كارولين بلسكوفا المصنفة دي مصنفة طبعا الرابع عالميا والنهاردة بتخسر بتودع البطولة بشرف وأشرف صبحي وزير الرياضة المصري بيصدر بيان رسمي بيوجه لها التهنئة وده بعد الإنجاز التاريخي اللي حققته أداءها المميز قدام كارولين زي ما قلنا خرجت صحيح من المنافسة لكن خلونا نروح دلوقتي نشوف تقرير عن النجمة اللامعة العالمية دي المتقلقة مايار شريف ونرجع دي